إذن مشاهدين الكرام مع تطورات الميدانية الكبيرة التي تشهدها أوكرانيا خصوصا في محيط العاصمة كييف تبدو خريطة التغيرات والتحركات والسيطرة الروسية متغيرة خصوصا في هذا المحور محمر العاصمة كييف هذا اللون الأحمر الذي تشاهدونه سيختفي قريبا بعد أن أعلنت السلطات الأوكرانية السيطرة على محيط على كامل منطقة العاصمة كييف ليكون هذا اللون الأحمر بات جزءا من الماضي وفق الإعلان الأوكراني هذا محيط العاصمة كييف في هذه المنطقة التي تتحدث عنها القوات الأوكرانية أنها استعادت السيطرة عليها وهو الأمر اللافت للنظر خلال الساعات والأيام القليلة الماضية حيث تمكنت القوات الأوكرانية من بسط سيطرتها كما تقول على كامل منطقة العاصمة كييف من الجهة الشرقية الشمالية الغربية والجهة الشرقية وأيضا الشمالية وصولا إلى الحدود إذا ما تأكد هذا الخبر فسيتكون المنطقة العاصمة كييف بشكل كامل تحت يد القوات الأوكرانية التي قالت اليوم أن القوات الروسية ارتكبت مجازر في بوتشا هذه المنطقة الرئيسية التي دار القتال فيها على مدى الأيام الأسبوع الماضية التي لا تبعد إلا 25 كم فقط عن وسط العاصمة كييف التي كانت أحد أكبر محاور وأبرز محاور القتال خلال الأيام الماضية وقالت القوات الأوكرانية أنها استعادت السيطرة بطبيعة الحال على هذه المنطقة لتكون منطقة بوتشا إربينغوستوميل إحدى أبرز النقاط التي تتحدثنا عنها سابقا اليوم تكون بيد القوات الأوكرانية بشكل كامل مع انسحاب القوات الروسية نحو الشمال ونحو الحدود البلاروسية كما تقول القوات الأوكرانية أنها بسطت سيطرتها على عدد كبير من المناطق النائب أو مستشار الرئيس قال أن القوات الأوكرانية وصلت إلى 30 منطقة مأهولة في محيط العاصمة كييف تم السيطرة عليها بشكل كامل أيضا المنطقة الجنوبية تتعرض لقصف قائلة القوات الروسية أنها قصفت اليوم خزانة محطة تكرير النفط وخزانات وقود في أوديسا كانت تمول القوات الأوكرانية التي تقاتل على جبهة ميكولايف طبعا القوات الروسية تحاول الضغط من خيرسون على ميكولايف تقابلها القوات الأوكرانية التي تقول بأنها دفعت القوات الروسية عند الحدود مع خيرسون بقي أن نشير سريعا المنطقة الشرقية من البلاد والحديث عن ماريو بول والحصار الذي تتعرض هناك والتخوف من قتال عنيف سيزداد خلال الساعات أو الأيام القليلة الماضية وفق الإعلان الأوكراني الذي أثبت أو قال أنه جاهز للتعامل مع أي قتال في ماريو بول مع الضغط الكبير الذي تشهده لوغانسك ودونيتسك